اشتركوا في القناة خصة للطرق والوسائل التكتيكية لمحاربة الجماعات المطرفة وكان ودير الأمن العام والهجر أحمد محمد باشير هو من رأس الحفل الختامي للدوراء بمقر الإدارة العامة للشرطة الوطنية تقرير آدم حنفي فاضل لم تكن هذه الدفعة هي الأولى من نوعها في مجال تدريب رجال الشرطة إلا أنها تختلف من حيث أنها تمتاز بخبرات جديدة لمواجهة العناصر الإرهابية التي من أهدافها قتل وتشريد الأبرياء من مناطقه فالإرهاب بجرائمه المنظمة يجب انغراضه بأي إسلوب كان مما أصبح هو الشغل الشاغل إلى تحريك العالم أجمع الهدف من هذه التدريبات الموجهة من قبل المختصين في مجال مكافحة الإرهاب هو رعاية المواطنين وحفظ ممتلكاتهم التعاون الشادي الفرنسي الذي ظل بعيد الأمد هو الدافع الأساسي لتدريب هؤلاء الجنود الذين تم تخرجهم بعدما تلقوا كل متطلبات هذه الدورة لمواجهة المتطرفين المختفيين اللامعاقل لهم السفارة الفرنسية وعلى لسان سفيرها فيليب كولاست قدم شكره لكل من الحكومة الشادية بشكل عام ورجال الشرطة بشكل خاص مضيفا إلى أن الإرهاب قد وله وبقيت بعض شرادمه يجب إزالتها بأي إسلوب كان حتى تأتي لحظة محوه على وجه الأرض من جانبه وزير الأمن العام والهجرة أحمد محمد باشر أبان في حديثه بأن تشديد الأمن يعني بسط الاستقرار بالمنطقة وذلك بالتنصيغ المشترك بين جميع فئات المجتمع كما طلب من هؤلاء الجنود تطبيق ما تلقوه من مخرجات الدورة على أرض الواقع هذا وقد شهدت المناسبة تقديم مسرحية تصف كيفية مواجهة المتطرفين حين اللقاء مع رجال الشرطة ترجمة نانسي قنقر